قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة الصدقة تطفئ غضب الرب وإذا أطفئ غضب الرب فلا تسل عن كرمه وعن رحمته ومعونته لك فإذا طلبت غفران الذنب غفر لك وإذا رجوت تفريجا لهمومك فارج عنك وإذا سألته شفاء من مرضك شفاك وعفاك فكن جوادا كريما فإذا أنفقت أنفق الله عليك وإذا بخلت أمسك الله فضله عنك